تحل البيل بتحل البيل الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لعاية الصبر ما تعبوهاته تحل البيل بتحل البيل الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وحضراتكم بخير كل السيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني دائما أرق وأطيب التحيات في المعادة بالذات زي ما تعودنا ولله الحمد والمنى منذ أكثر من عشر سنوات يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله تعالى هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد أن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل معنا عبر رسال اسم اس أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك كل عام وحضراتكم بخير تقترب الأيام الجميلة ونرفع إلى الله أكف الضراعة أن يهب كل مشتاق وكل محروم من الزرية مبتغى وأن يهبه من فضله ومن خزائنه التي لا تنفذ في الحلقات السابقة أجملنا الحديث حوله الموضوع الذي لا ينتهي وهو مرض تكيوس المبايد والآن نعت حضراتكم ببداية موضوع جديد حيث أننا في شهر مارس وشهر مارس من كل عام هو شهر التوعية ورفع الوعي والمعرفة عن هذا المرض الغامض الذي سنتحدث عنه اليوم لماذا هو غامض سنكتشف هذا خلال الحديث اليوم وخلال الأسابيع والحلقات القادمة هذا المرض الغامض الذي يسير السيدات بالغضب الخاصة من المصابات بيه ليه؟ لأن نسبة الإصابة بهذا المرض حوالي 10% من السيدات على مستوى العالم دي النسبة المعلدة وما يقترب من 180 مليون من السيدات مصابات بهذا المرض حول العالم 10% من السيدات مصابات بهذا المرض دي نفس نسبة الإصابة بمرض السكر لكن نلاقي كل البشرية كبار وصغيرين رجال وسيدات ومن كل الطواقف والأعراق والأجناس ومن كل المستويات العلمية والمعرفية يعلموا جيدا وكثير عن مرض السكر لكن في 10% من السيدات مصابات بنفس نسبة الإصابة بمرض السكر وهذا المرض لا يعلم عنه ولم يسمع عنه سوى 20% فقط من البشر في العالم يبقى رغما أن ده نفس نسبة الإصابة بالسكر لكن المعرفة عنه أقل كثير جدا من مرض السكر وده حاجة فرستريتنج تصير غضب والسيدات المصابات دي ما يقترب من 180 مليون سيدة مصابة طيب وقرنه كده بأعداد المصابين بفيروس كورونا تلاقي كل العالم بيتحدث عن هذا الفيروس وهذا المرض المزمن اللي معروف من مئات السنين ما هواش مرض بتاع أول مبارح ولا مبارح محدش يعرف عنه شيء وبالتالي هذا المرض الغامض الخفي الذي لم يعرف الأطباء له سببا واضحا حتى الآن ولا علاجا شافيا حتى الآن رغما عن مئات السنوات هو هذا موضوع حلقة اليوم والحلقات القادمة نشوف أول صورة معنا ما هو هذا المرض وهو نشوف الصورة أندومتريوزيس مرض البطانة أو هجرة بطانة الرحم في الطب كلمة أوزيس لما تيجي في نهاية أي كلمة معناها داء أو مرض فإندومتريوزيس اندومتريم هو بطانة الرحم فالترجمة بتاعت الكلمة اندومتريوزيس داء بطانة الرحم أو داء التبطن الرحمي أو وجود بطانة الرحم في أماكن غير المفترضة أن تكون موجودة فيها فكأنها خرجت من الرحم إلى أماكن أخرى زي تجويف الحوض فأنا اللي أطلقت اللفظ ده ده هجرة بطانة الرحم البطانة المهاجرة البطانة الرحمية ده الانتباذ الرحمي ده انتباذ بطانة الرحم ده التبطن الرحمي ده بطانة الرحم ده البطانة المهاجرة كل دي ترجمات عربية لهذا اللفظ هنلاقي دايماً مرجع للصورة بعد إذنكم سواني هنلاقي دايماً المصابات بهذا المرض لابسين لون الأصفر في شهر مارس ويسيروا في الشوارع واتفقوا عن لون الأصفر لإظهار تميزهم وأنهم مصابات بهذا المرض الغامض بيأثر في كم في المية على الأقل 10% من السيدات على مستوى العالم دي الأرقام المعلنة تبدو الأرقام أكبر من كده نشوف الصورة التي تليها دي جمعيات بتنشأ لإندومتريوزيس أسوشييشن جمعيات لبطانة المهاجرة موجودة في العالم كله في كل دولة من العالم كل بلد من البلاد الأوروبية عندها جمعية الجمعية الإنجليزية الجمعية الهولندية الجمعية الفرنسية ومتجمعين كلهم في الجمعيات الأوروبية وفي جمعية أمريكية وكل الجمعيات والمنظمات دي بتحاول إنها ترفع إديوكيشن تعليم عن هذا المرض سابورت دعم للمصابات به ريسيرش أبحاث عشان نصل إلى سبب واضح وإلى حل حاسم لهذا المرض تجزر ويكان ميكا ديفرنس مع بعض حول العالم تتحد الأطباء والعلماء للبحث عن أسباب هذا المرض وعلاجه عشان نحاول أن نصنع فارقا في حياة السيدات المصابات به نشوف الصورة اللي بعديها المشكلة في المرض ده نرجع بعد إذنكم من الصورة إيه المشكلة يعني؟ واحدة عندها مرض نرجع من الصورة نرجع واحدة عندها مرض وحتروح لدكاترة وحيشخصوه المشكلة أن هذا المرض يهمل ويستهان بشكوى السيدات من المحيطين بيها من عائلتها من أهلها من زوجها من أقاربها من زميلها في العمل ومن الأطباء عندما تذهب إليهم وكثير من الأطباء لا يعلمون شيء عن هذا المرض وأنا متحمل هذه مسؤولية هذه الكلمة وكثير من أطباء النساء يهملوه ولا يعرفوا عنه وكثير من أطباء تأخر الحمل خاصة لو تخصصهم حقن مجهري يتعمدوا ألا يصفوا للسيدات طرق التعامل الصحيحة وأن يستهينوا بشكوى السيدات فينتهي الأمر أن السيدات المصابات بهذا المرض بيفقدوا من عمرهم ما بين سبع لعشر سنوات في المتوسط بحثا عن طبيب يستمع لهم ويصلوا إلى تشخيص يبدأوا الشكوى وبعد في المتوسط سبع سنين وأحيانا عشر سنوات وأحيانا أكتر يعني يمضي عقد كامل من حياتها قبل أن تجد من يسمعها ومن يهتم بشكوها ومن يشخص هذا المرض نرجع للصورة اللي كانت موجودة سبع لعشر سنوات في المتوسط من السيدات من عمر السيدات نشيل الاسترابة سبع لعشر سنين من عمر السيدات يتأخر التشخيص فترة عشر سنوات عقد كامل من حياة هذه السيدة قبل أن تجد من يستمع إليها ومن يشخص هذا المرض سبع لعشر سنوات من الآلام من الإحباطات من المشاكل في العلاقات الأسرية والزوجية والحياتية قبل أن تجد من يهتم ومن يستمع ومن يشخص هذا المرض طيب وإيه المشكلة؟ بعد سبع سنين عشر سنين يتم تشخيصه بعد أن يكون قد دمر هذه السيدة جسديا ونفسيا وماديا واجتماعيا لأن هذا المرض مكلف جدا هنشوف الأرقام ده طيب يعني ست حيبقى عندها يعني إيه شوية ألم مع الدورة؟ طيب ومن أسباب البحث عن الرغبة للأسف في الانتحار وفقد كل استمتاعات الحياة نشوف الصورة اللي بعديها فقد كل استمتاعات الحياة مش بس ألم مع الدورة مش بس ألم طول الشهر لكن مش بس حربان من الإنجاب نشوف الصورة اللي بعديها بعد إذن حضراتكم واحد من كل عشر سيدات اللبسة أصفر دي اللي باللون الأصفر لما نعد عشر سيدات لو كنت بتعرف عشر ستات في حياتك واحدة منهم أكيد مصابة بالبطانة المهاجرة لو في دائرة اهتماماتك عشر سيدات أكيد واحدة منهم عندها بطانة مهاجرة بالمناسبة بعد شوية هنعرف أكيد واحدة منهم عندها بطانة مهاجرة أوفيشيلي يعني تم تشخيصها لكن للأسف كتير بقى أكتر من كده أحب عندهم بطانة مهاجرة لم يتم تشخيصها نسبة كبيرة جدا عشرة في المئة من السيدات مصابات ويهمل العالم هذا المرض وهذه الشاكوة نشوف الصورة اللي بعديها قرب خمسة وسبعين في المئة تلت تربع المصابات بهذا المرض يؤثر على علاقتهم نعني العلاقات الاجتماعية نعني العلاقات الزوجية والعلاقة الحميمة لدرجة أن المصابات بهذا المرض يكره هذه العلاقة وبالتالي يتفادوها ويبتعدوا عنها ويحاولوا أن يهربوا منها فيكون هذا داعي للطلاق وتحطيم هذه الأسرة وإنهاء هذه الحياة الزوجية فهو مرض يؤثر مش بس على الأعراض الست وعلى آلمها وعلى أحلمها وعلى فرصها في الحمل وعلى فرصها في العلاقة الزوجية يقضي على كل استمتاعات الحياة ويدمر مخزون المبيض من البويضات ويعجل بنهاية مبيض السيدة وفرصها الإنجابية نشوف الصورة اللي بعدها بيكلف 70 بليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية فقط أني ولي كل سنة تتكلف خزينة الولايات المتحدة الأمريكية فقط ودي دولة واحدة في العالم بس احنا بنقارن بكده كنا بنتكلم على مرة التكايص المبيض اللي قلنا نسبته قليلة في أمريكا بينما في أمريكا من أعلى نسب الإصابة بالبطان المهاجرة هو الحقيقة ما عندهمش نسبة إصابة عالية عندهم نسبة اكتشاف وتشخيص أعلى أنيول هيلس كير كوست التكلفة السنوية التي تتكلفها الحكومة الأمريكية للصرف على هذا المرض وعلاج مريضاته والعلاج من مضاعفاته 70 بليون فهو مرض غالي ومكلف وتشخيصه غالي ومكلف وعلاجاته مكلفة ومرهقة وما بلكم هناك في تدعيم وفي تأمين صحي وفي منظمات تصرف على السيدات عندما يكون السيدة متحملة تكلفة هذا العلاج وحدها فهو مدمر مش بس لصحتها مش بس لآلامها مش بس لأحلامها مش بس لزوجها وعلاقتها الزوجية مش بكمان لعلاقاتها الاجتماعية مدمر ماديا فهو شديد التكلفة تكلفة تعاني الحكومة الأمريكية أغلى دولة في العالم تتكلف سنويا 70 بليون دولار للتعامل مع هذا المرض ومضاعفاته طيب هم في كم مليون سيدة في أمريكا مصابات نشوف الصورة اللي بعدها ستة مليون سيدة في أمريكا عندهم مرض الاندومتريوزيس على الأقل تمام؟ ويقول لها هل أنت واحدة منهم ستة مليون سيدة في أمريكا ستة مليون سيدة يتصرف عليهم سبعين بليون دولار سنة وياً للتعامل مع هذا المرض ومضاعفاته ما هذا المرض؟ ما صعبته؟ ما قسوته؟ ما أشد آثاره السلبية؟ ما أشد تأثيراته؟ ده اللي هنشوفه في الحلقات القادمة تباعاً هل معنا صورة تانية؟ الصورة اللي بعديها طيب هنشوف فيديو للحديث عن هذا المرض إذا كان معنا أي اتصال تليفوني ناخد الاتصالات تليفونية قبل ما نشوف الفيديو معنا أي اتصال تليفوني؟ عنو أيوة تفضلي أيوة شيماء تفضلي يا شيماء أيوة دكتور لو طمحت أنا أعمل جوهزة بلي حوالي 65 كده أيوة وهي عمل صاحب السبق حضرتك كعادة المتصلات والسيدات المصريات والمتأخرات عن الحمل والبحثات عن الحمل تفاديتي أو تعمدتي أو حبتيش تقولي الجملة هو حصل حمل ولا لأ؟ لا هو ما حصلش حمل يا دكتور هو أنا عايز أعرف ليه مريضات تأخر الحمل ما بيقولوش الجملة دي أنا متجوزة بقالي خبس سنين وبعدين لازم نسمع حصل حمل ما حصلش لحد دلوقتي حصل بعد سنة حصل بعد علاج خمس سروات زواج ولم يحدث حمل مطلقا وحضرتك أنت وزوجك مع بعض طول الخمس سنين دول؟ لا هو حضرتك كان بيسافر حد ما تقريبا سنة شهر أو شهرين سنة أو شهر أو شهرين مجتمعين في طول الخمس سنين؟ آه يعني هو بيسافر سنة وبيجي شهرين تلاتة؟ هو بيجي في السنة شهر أو شهرين آه تمام ومجموع اللي قعدوا مع حضرتك ما يكملش سنة ونص في الخمس سنين دول؟ وما حصلش حمل مطلقا وكل مرة لما بينزل زيارة بروح للدكاترة جاري في فترة الشهرين اللي هم موجود فيهم وقل لهم اعملوا لي أي حاجة فيقولولي انت ما عندكيش حاجة بس احنا حنديكي منشطات دنازاها مننا ده عشان انت بيستعجلها ده عشان ظروفك ده عشان هو مش موجود وحضرتك أنا عمان في إتشاعب الزبرة حصل مع لها حمل بس الحمل مستمره يعني هو الضوء أولين ومجمها واللي أنا بقوله ده بيحصل بروح للدكاترة ويقولولي انت ما عندكيش حاجة وكمان الإجهاض ده عادي ما حصلش حاجة وبيكتبولي منشطات ويقولولي ده بس عشان الظروف بتاعتك وعشان هو مش موجود وعشان انتم مستعجلين وعشان ظروفك لكن انت ما عندكيش حاجة تخلينا نكتبلك علاج ولا نكتبلك منشطات ولا تخلي لما يحصل حملة انت بإجهاض وقالوا لحضرتك ايه الدكاترة اللي حضرتك روحت لهم على الدورة اللي بتتأخر طيب بعد إذن حضرتك ثواني كده العيب الخلق اللي في الرحم قد يكون موجود لكن انا بأكد لحضرتك انه ليس سبب الدورة اللي بتلخبط ولا بتأخر والعيب الخلق اللي في الرحم لا يمكن يبقى سبب الإجهاض المبكر اللي انا عرفت ان انا حامل يوم السبت يوم السبت اللي بعده كنت أجهض ايه رأيك؟ طيب بينفع بقى حضرتك تقول لنا ايه العيب الخلق اللي في الرحم نمرة اتنين تقول لنا اي حد فصر تفسيرات اخرى غير الرحم للدورة اللي بتتأخر وبتلخبط وشعر الراسي اللي بيقع كتير وبشرتي اللي بتتغير والطبويد اللي بيتحكوا علي وقلولي كويس بس انا ما هو ضعيف يعني حضرتك عندك مرض لما تدوري على النت كده انا عندي مرض البوايضة صغيرة ما بتكبرش ما حدش قال لحضرتك ان اللي عندك ده حاجة اسمها ضعفة في الطبويد بسبب مرض اسمه تكيس مبايد اذا كان حضرتك هتقولي لأ ما حدش قالك جملتين دول يبقى حضرتك لامتو علاجي م league ما عندك تكيس بس تكيس مش شديد اه ما عنديش تكيس بصي الجمل ما عنديش تكيس بس تكيس مش شديد التكيس اللي مش شديد منعني في الحمل منعي تام وخلني ما احملش ولخل المرة اللي حملت بها انتهى باجهاض بس هو مش شديد الدورة بتأخر مش يومين مش اسبوعين بتأخر شهرين بس هو مش شديد بس هو مش شديد طب وحضرتك حضرتك بقى حضرتك عقلك ومنطقك وقبولك وتفكيرك العقل الذي أنعم به الله على البشر لما بتفكري في الكلام ده أنا بيقولولي عندك مشكلة بتخلي الدورة تتأخر بس المشكلة دي مش شديدة بس الدورة بتتأخر شهرين تبقى المشكلة دي جديدة ولا بسيطة أنت عقلك قابل إيه؟ دكتور هو الدكتور أشهر حاجة وتبقى لا لا حضرتك ما جاوبتيش على سؤالي أنت عقلك قابل إيه؟ طبعا وكل اللي تقال غير كده غير الكلمة دي يبقى إيه؟ يبقى خداع يبقى إرضاء يبقى طبطبة يبقى تهوين يبقى تهويل تهويل يعني زيادة في الخداع يعني طبعا؟ لما حضرتك تلاقي حد تلاقي حد يقول لحضرتك الجملة الآتية أنت عندك تكيّس مبايد من درجة شديدة يجب ضبط وعلاج هذه التكيّسات والهرمونات اللي مختلة قبل البحث عن حمل بقعودي قدامه والتزمي بأنك تروحين طبعا دكتر معليش حد تلقى تلقى دلوقتي عطاني مدل ست شهور علشان أعمل حق لأ لحضرتك حمل بعد ست شهور أعمل حق كويس أوي يعني واحدة عندها حاجة وعشرين سنة عندها حاجة وعشرين سنة جزها ما أعدش معاها ألا سنة وشهرين سنة وشهرين يا دكتر لأ أنا هو حضرتك أنا جزي معي دلوقتي قاعد معي تقريبا دلوقتي سنة دين سنة معي على طول كويس أوي كل يوم معي وحضرتك ما قلتيش الكلام ده ليه والست دي كانوا بيقولوا لها خلي بال بس حضرتك الست نفس الست اللي بيقولوا لها أنت عندك مشكلة بسيطة بسيطة قامت المشكلة دي لوقتي منع الحمل منع تام ثلاث سنين رغم أن زوجي موجود فالمشكلة البسيطة تمنع الحمل منع تام والمشكلة البسيطة يقولوا اعملي حقن مجهري طب الحقن المجهري يتعمل للمشكلة البسيطة ولا الشديدة الشديدة طيب واللي قال لي ان المشكلة بسيطة وبعدين اما ايه اللي في نهاية الجملة باعملي حقني مجهري يبقى عقلي ما يخشش في النص ويقول ان ده ما بيقوليش الحقيقة وبتخدع فلازم اشوف حد يقولي الحقيقة طب بلاش يا دكتور ما انا نفيت والله العظيم على يبقى كذر كتير ما انا قلت لحضرتك هوا انا قلت كلام قاطع وواضح قلت لحضرتك ايه شوفي الجمل تاني الجمل واضحة جدا وبتحل الموضوع لما تروحي لحد تقعودي قدامه يقولك عندك تكييس مبايد من درجة شديدة يجب ضبط هذه الهرمونات وهذا الخلل فيه التكييس قبل البحث عن حمل يبقى يقعودي قدامه حد قالك كلام ده يبقى بكلام مظبوط كل ما قاله عكس ذلك يبقى مش مظبوط ويبقى خداع طب حديدة انا بقولها لكوه البوايدة 17 خلال 17 هل ممكن يحفظ حمل البوايدة 17 حضرتك عندك تكييس مبايد من درجة شديدة حضرتك دلوقات هو مسيل على شبوب كل القفاء عشان بينزل الدهون لا هو بينزلش دهون ومبينزلش الوزن وهو اساسي في علاق تكييس المبايد لكن ما قيل لك عشان تستخدميه هو خداع خمس سنين محدش قال لحضرتك انك عندك تكييس مبايد من درجة شديدة خمس سنين خمس سنين محدش قال لحضرتك ان فقد الوزن شيء اساسي خمس سنين محدش قال لحضرتك ان الجلوكوفاش ده شيء حتمي وانه هو لا بينزل دهون ولا بيسيح دهون ولا بينزل وزن وانك لازم تخديه وتلتزم بيه خمس سنين محدش قال لحضرتك ان التبويض اللي ضعيف ولا يستجيب محتاج علاج غير تقليدي خمس سنين محصلش فيهم حمل غير مرة واحدة عرفت ان انا حامل يوم بعدها بتلت ايام حصل اجهاد امو ايلنلي اصل بسبب ان عندك مشكلة في الرحم خمس سنين محدش قال كلمة تقترب من الطب وصحيح العلم وزنك اللي بيزيد تكيس مبايد الدورة اللي بتلخبط تكيس مبايد ضعف الشديد في الطبويض تكيس مبايد تأخر الحمل تكيس مبايد الاجهاد اللي حدث تكيس مبايد شعر راسك اللي بيقع كتير تكيس مبايد بشرتك الدهنية تكيس مبايد تمام عشان بس اللي اتصلت وقالت بيخدعوني تعرف بس انها ليست وحدها في هذا تمام والمنشطات اللي بيدوها لحضرتك تكيس مبايد وبعد المنشطات يقولولك الطبويض كويس تكيس مبايد ووصل بيهم الحال بقى انهم مش قادرين قالولك حتى بعد المنشطات الطبويض ضعيف عشان ده تكيس مبايد من درجة شديدة اقوم اروح اعمل حقن مجهري اه اقوم يحصل لي فرط تنشيط ايوه وخمسة وعشرين في المية نسبة الدخول الى العناية المركزة بعد الشر عن حضرتك وخمسة في المية فرص حدوث وفاة نتيجة الفرط التنشيط الزايد ونتيجة الاستجابة الزايدة نتيجة للتكيس مبايد اللي من درجة شديدة والذي لم يتم علاجه علاجا صحيحا حتى هذه اللحظة خد الجولوكوفاج اصلا بيسيح الدهون اصلا بينزل الدهون اصلا عشان تخسي اصلا انت عندك دهون اصلا انت عندك ضعف نفسي احس ان مجهودي بيثمر اني ناس تقول لي لأ قالولي روح اعملي تحاليل هرمون الـ LH ده فيه خلل درجة تكيس دي جديدة عشان مخزون المبيض كذا عملت صنار سلاسي الابعاد لقوا حجم المبيض كذا قالولي ان بعد سنتين لم يحدث حمل مطلقا لازم نحط تشخيص ان ده تكيس مبايد من درجة شديدة لازم بعد ست شهور اخذ مناشطات لم يحدث حمل ده تكيس مبايد من درجة شديدة لازم دي المعايير التي اقوم بتدرسها في كلية الطب اثمرت ان فيه ناس بتنفذها فقالولي ان تكيس المبايد ده في الدرجة الشديدة الاستاذ ده كان بيعود في كلية الطب بيمسك الصبورة ويشاور عليها ويقول اذا تحققت واحدة بس من المعايير دي تعتبر السيدة عندها تكيس مبايد من درجة شديدة ودي محتاجة علاجات غير تقليدية ودي محتاجة خطة تبدأ بضبط الوزن وضبط الهرمونات وتخفيض درجة التكيس ثم عمل واحد اثنين تلاتة قبل اخذ تنشيط للتبويض واذا ما حصلش الكلام ده لن يحدث حمله واذا حدث سيكون قدرا كل فترات متبعدة واذا حدث سينتهي باجهاض بفرص عالية جدا 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 انا مش سمعكوا في الكنترول فلو معنا اتصال ناخد الاتصال واذا ما كانش نشوف الفيديو اوكي حعلق بصوتي بعد اذنكم مارس هو شهر التوعية بمرض البطانة المهاجرة هذه احدى المصابات بهذا المرض بيسموا نفسهم محاربات البطانة المهاجرة حسكت شوية وعلق عندما نريد التعليق حنستخدم اول دي او نصف في الفيديو وبعدين نقف للتعليق حسكت شوية والط وبالوصول هذا هو فقط أن تكون ت这么 سويت لحدث تطوير لتطوير شريف أيها الأشياء أحدثون كلباً شخص عظيه يعني عزيزيز في امرض بيئة أصبحان ثانية لنحن أحد يوركي إذا كانت مفتويراً بالأثناء الآن وإن فسوال العامل وخصة كلا أكلم واناً وتطوير المحلول الباب و ِ٠٠٠٠٠٥ والتي يجب أن يعرف أن تكون عادة الحظيات ومن المجددين أن يتعلق الزواجات ومن المتحدث عن هذه الأشياء نحن نستطيع أن نشارك تلك الأشياء على التشكيل وأنهم يجب أن يكون هناك شيء ما محق وأنهم يجبون نرى وأنهم يجبون انتظرون للإنقاذ فأنت أرى تدريد أريد أن أرراض على أفكار الأدامي يجب أن تكون تحديث عن هذا الأدامي يحدث عندما يتقدم بتقول أن يجب أن نرفع الوعي وننشر المعرفة لأن حتى الأطباء إيذن دكتورز أنا سبت الجملة دي بواضحة إيذن دكتورز لا يعرفون ما هو البطانة الرحم المهاجرة كثير منهم لا يعرفون وكثير منهم يعرفونه ويتعمدون إخفائه هذا مرض لا يتم تشخيصه ألا بالمنظار أرجو السيدة الفاضلة اللي بعثت لي مبارح الرسالة والدكتور عملت لي سونار من البطن وقالت لي ما عندكيش بطانة مهاجرة مع أن هذه السيدة تم تشخيصها سابقا ببطانة مهاجرة بمنظار وهي تعلم أن هذا المرض لا يشخص ألا بمنظار فراحت لمن تريد أن تخدعها وقالت لها خطت الصنار على بطنها والصنار من البطن لا يرى شيء ولا يشخص في سيدة مش حامل وقامت لها الله ما فيش بطانة مهاجرة مرض البطانة المهاجرة مرض لا يمكن تشخيصه لا بصنار ولا بتحليل ولا بدليل ولا بأشعة مقطعية ولا برانين هاتوا أي اسم فحص تحبوه مهما كان اسمه كبير ومجعلصه ويخض در عملت رانين مغناطيسي لا يمكن تشخيصه ولا رؤيته ولا تحديد دركته ولا تحديد وجوده ولا علاجه إلا من خلال منظار ولهذا يتأقر تشخيصه لأن الناس مش عايزة تعمل ده لكنه لا يتم تشخيصه ألا من خلال ده وده فقط كثير من السيدات كثير من الناس كثير من الأطباء لا يعلمون ما هو البطانة المهاجرة دورنا أن نحاول أن ننشر الوعي ونرفع درجة الثقافة عن هذا المرض انتظرونا بعد فاصل نواصل حديث محاربات البطانة المهاجرة ما هو هذا المرض وكيف يحدث وكيف يتم تشخيصه وعلاجه فاصل ونواصل أهلا بحضراتكم وعودنا إليكم بعد الفصل قبل أن أستكمل هذه الحلقة والحلقات القادمة بعتذر لكل المصابات بداء البطانة المهاجرة عارف أن الحديث عن هذا المرض قد إيه مؤلم وقد إيه بيثير آلامهم وقد يدفع بعضهم إلى الحزن الشديد والبكاء لكن إحنا بنعمل كده مش عشان ندوس على الجروح اللي عندهم بس عشان محدش غيرهم يقع في نفس هذه الدائرة المضللة طويلة الأمد للأسف الشديد فبعتذر لحضراتكم لكن يجب أن نعرض العلم على حقيقته حتى لو كانت هذه الحقيقة مؤلمة معنا اتصلت لفوني نستقبله قبل أن نستكمل الفيديو تفضل ألو أي يا فن السلام عليكم وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بقرر شكري لحضرتك بارك تانية ولو أنا يعني مش عارفة أنا الفضيل ده أشكر حضرتك من هنا من السنة والدان مش عارف أوف الجميل بتاع حضرتك والقروب بتاع حضرتك على الحضرتك عملته معي على الحضرتك ما استهنتش بشاكوتي زي الناس الحوالية وزاية الكاترة اللي أنا عادت وقدانهم وشخصوني يعني دولو عندي الكازة بس بس يا دكتور أنا مش عارفة أقولك يعني مش عارفة مش كيف بيه أكبر بيه عن شكري لحضرتك شكري آه منار يا دكتور آه منار إزاي حضرتك أنا بس مرضتش أجيب اسمك في أول حلقة بس كنت بقولك الست اللي كانت بتتصل في أول حلقة دي كنت عايزة أقولك لستي وحدك التي يتم خداعها خمس سنين بيتقال لها أنت عندك نسبة تكييسات درجة تكييسات لا دي حاجة بسيطة لا خدي لا ما تخديش السيدوفاج لا دا بياخدوا التخان بس لا خدي أصل بيسيح الدهون لا أصل دا البوايضة بتكبر لا ما بتكبرش نفس اللي بيتقال لحضرتك ونفس اللي بيتقال للناس كلها بس هو المشكلة أن مريضاتنا الحقيقة إلا قلة منهم هم اللي بيعشقوا أنهم يخدعوا أنا عملت ست سبح حلقات متتالية إكراما لخاطر حضرتك تفضلي تشكي جدا يا دكتور حضرتك وأنا واحدة من الناس اللي تخدعوا بسنارة على البطن حق سنارة على البطن حضرتك معن بكيش تبأيوس معن بكيش محيط أو كيش دمه وهين شفوا ينزل لوحده طبعا السنارة على البطن لا يرى أي شيء في سيدة مش حامل السنارة على البطن لا يرى أي شيء لو سيدة وزنها فوق 80 كيلو الصنار اللي على البطن واحد من الحاجات اللي ضده تجمع الدهون ضد الصنار ما تخليش الصنار يشوف كويس تجمع الدهون في منطقة أسفل البطن فحتى المتكيسة اللي وزنها 60-70 كيلو لا يمكن القطع بالصنار من البطن على الإطلاق كل هذا خداع اللي حط الصنار على بطن حضرتك كان بيبص على الشاشة وانت شايف الشاشة دي سودة وانت بتقولي أيوة ما هم شايفين الشاشة السودة دي هم فاهمين فيها هم ده كاترة لا هو شايفها سودة زي ما حضرتك شايفها وبيقول كلام من بقه والكلام ده ناوي يقوله من وهو قاعد على مكتبه لأنه قرر أن يخدعك من قبل ما يحط الصنار على بطنك والصنار اللي تحط على البطن ده لم يفيد في تشخيص أمراض نساء أي شيء كملي سيدة دكتور عائشة في الواحدة لغاية ما ربنا بعت لي واحدة قريبة ليا دلتني أني أنا أسمع حضرتك نهاية بي كانت تبع حضرتك تم خليفها ومعاها يقوله ما عنداش أي مشاكل بس تب حضرتك لها داس العلم فصحيحني أني أنا من كتر ما ضغت على الدكاتة ومسأتني أني أتعب حضرتك وأنا وصدت روح بنا ثم أتكلم حضرتك ومشيتها أقول دي كلمة معيني يا رغم أني أنا ما شفتتش حضرتك وقلت بقى لي سبع شهور من أول مجرد مكلفتي حضرتك كان بقى لي سبع شهور عشان أعرف أعمل مداخلة مع حضرتك تبارك إن أنا دي تارينا على الأدافة على البرنامج اللي ورا حضرتك عشان يوصلوني بيقالهم من عايزة حد يوصلني بالدكتور عائد لأنه أنا قد أخذ كلامك لأنه يتكلامك غير كلام كل الناس حوالي طب يعني إش معنى الدكتور ده هو اللي بيقول حاجة غيرهم عشان الدكتور ده بيقول الحق عشان الدكتور ده عنده background إنه أستاذ وبالتالي فيه طلبة بيتفرجوا عليه وبالتالي هو مسؤول الكلام اللي بيقوله في المحاضرة لازم يقوله للعيانين لأنه إذا قال غير كده يبقى كلامه مش مظبوط أما اللي ما بيدرس وبالتالي بيقول أي حاجة تراضي السيدات اللي كان بيقول لحضرتك أنت ما عم بكيش حاجة بكان بيراضيك وبيراضي أمك وخالتك وعمتك وحماتك عشان يخرجوا مبسوطين يعني أنا يا دكتور يعني الحفظ لله الحمد لله طبعا للتلاول إن ربنا دعاتني بيتفرجوا ليه ربنا بردك أنا هي دلتني على حضرتك كان زالي إسه أنا دلتني فعركاتها وبنهمو فيه وعند الكاذب ده ما عمتش تكايف لا يكتبولي أغل أنواع المنشطات وأسأل الدكتور ليه طب كتبولي ده عشان أيه وليه لأ تقولي ضعيف شوائيا طب صارحني تم تقولي إن أنا عم بكاذب عشان حط خطوات حياتي عشان حضرتك الحمل الحمل هبة من الله كان ممكن تحملي وإنت عندك تكايص مبايد من درجة شديدة بدون أن تعلجي كان ممكن لكن ده نسبته قليلة لكن ربنا قادر على كل شيء لكن المشكلة بعيدا عن الحمل ربنا يديك يا رب وربنا يديك يا عيال قد كده المشكلة بعيدا عن الحمل إن فيه أثار مستقبلية شديدة لهذا المرض المشكلة اللي محدش قادر يفهمها إن أنا لقيت حضرتك دخل علي العيادة شيلة كيس في شعرك تمام؟ أنا عارف مدى الإحباط والآلام اللي حضرتك حس بيها وانت ماشي بكيس في شعرك اللي بيتساقط ما هو حضرتك كده بتفقدي دواعي ومظاهر أونستك هم عملوا ده لإن محدش وجهك إن هذا المرض بيبقى عامل كده نمرة اتنين هذا المرض بيرشح السيدات للإصابة بالسكر طب ما تقولولي عشان أخد استعداداتي عشان أعمل حسابي المرض ده بيخليني إذا حملت عندي نسبة عالية للإجهاد طب ما تقولولي عشان ما يحصل ليش حمل بعد انتظار ثلاث سنين وينتهي بإجهاد المرض ده بيخليني إذا ما حصل ليش إجهاد بقصاب بتسمم حمل أو سكر حمل ما تقولولي علشان انتوا في المنطقة اللي حضرتك عايشة فيها حتبعوا الحمل إنك حتحطوا الصنارة على البطنة وتقولوا الله البيبي بيلعب كويس على فكرة ده ولد ده بصي واد حلوة قوي انتوا فتفرحوا بالواد تمام؟ ولا حد حيقص ضغطي ولا حد حيعمل تحليل بول ويشوف زلالب في البول أنا متأكد أنا عارف أنا بقول إيه ولا حد حيعمل حاجة اسمها سكر تراكمي ولا حد حيعمل منحنى سكر فممكن تجي لي هذه المشاكل في المرات وعندنا في العيادة يعني أعداد نطلعها تمام؟ طيب بلاش ليه تخلوني إن أنا أبقى ماشية وفجأة وأنا عمري أربعين خمسة واربعين سنة أقع من طولي إيه ده أصلا عندي تصلب شرعيين نتيجة لارتفاع الكوليستيرول وحصل ترصب لده في الشريان السباة الرئيس للمخ فأنت ما بيوصلكيش دم المخ فحضرتك هيبقى عندك مشاكل ليه أبقى أنا عرضة لده طب ما تقولولي وإذا أنا بقى مخدتش احتياطاتي أبقى أنا لأولام لكن مش عايز أقول إن فيه مشاكل أخرى أنا بعرضت لحضرتك حلقة كاملة اسمها الأثار السلبية المستقبلية لإصابة بالتكايص المبايد مش عايز أقول تاني وعيد تاني وأنكأ على الجرح بالمناسبة الفيديو ده اللي أنا عرضته ده اللي عملاه واللبسطها مش طبيبة طالبة في كلية الطب في الكويت تمام؟ طالبة يعني هذه المعلومات يعرفها الطلبة في كلية الطب ويعرفوها تمام المعرفة لو سمحت يا دكتور كاري يعني الله يا طب ليه دكتور يعني أنت دخلان على نفسك ليه أنت تقول للمريدة دي عشان تاخد عشان ترى فيه عن بقى إيه عشان ينزل حضرتك عشان حضرتك ما تقعديش توجد ليه ولا تسأليه وينزل حضرتك أنت وأهلك من العيادة مبسوطين وما تخرغيش معيطة قدام بقيت العيانين فتخرجي مبسوطة وبتتحكي فده يعمل جو ومنظر وسكسيه بالله يا دكتور والله العظيم يا دكتور أنا شايفة نات أقدام بعد ما أنا بيت أتابع حلوض أنا عمد نفسي من على اليوتيوب لقى لي بقيت حلقة حضرتك من لما حضرتك بدأت على كل القناوات حضرتك قدامت فيها الضرنامج أنا دوقتي بقيت بشوف نات أقدامي بتشخصيهم وبقالها عشر سنين ودوقتها تكاريش مبايد عيني هاني كده بالضبط ويقول لهم بيقول لكم بذكرة عندكم ما عندناش حاجة عندك شوية ضعف التبويض ضعيف شوية البويدة صغيرة لا أنا مش عايزهم يروح أنا عايزهم يسمعوا نات عايشة في واحدة أنا عارو حالي عايشة بقالها اثماشر سنة خمساشر سنة في واحدة إن هي ما عندهاش حاجة وبداخل تنشير لا والدورة بتتأخر أنا واحدة كلمتني قالتلي يا بقالي خمساشر سنة الدورة بتتأخر طب بتأخر ليه؟ الدكتور قال لي عشان حالتك النفسية قلتلي حالتك النفسية بقالك خمساشر سنة خمساشر سنة أكتر من مئة شهر تمام؟ مفيش مرة شهر كانت حالتك النفسية كويسة تخلي الدورة تبقى كويسة هل ده كلام يعقل حالتك النفسية انت بس بطلي تفكري انت عشان بتفكري كتير في الموضوع ده عارفها لو بتبطلي تفكري وتسبيها على الله كده هو تمام؟ ده كل ده خداع مهم حضرتك المحك الحقيقي الاستفادة الحقيقية بالمناسبة يعني حضرتك ان شاء الله كل سيدة استفادت من الحلقات دي اللي عملناها بسبب اتصالك وبسبب الرغبة والحقيقة القهرة اللي في صوتك لكي أجر بإذن الله لان انت اللي وجهتنا ودست علينا كده ويعني وفريق العمل في العيادة اللي قعدنا نجمع الفيديوهات ونقص الفيديوهات ونمنتج ونترجم ويعني عشان خطرك فنرجو ان يعني ربنا يجعل ده بفايدة وتكون هرموناتك تزابطت وتكون يبتده اول خطوات الالاج هذا مرض مزمن لن نستطيع ان نشفيه لحنا ولا غيرنا لكن نستطيع ان نضبطه ان نضعه تحت السيطرة ان نحاول التعامل معاه تمام؟ وهذا هو النجاح ان شاء الله ربنا يعني يفيد بنا ويجعل الإخلاص في القول والعمل دايما حلفنا ويجعل التوفيق حلفنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه ولما فيه مصلحتكم ومتشكر لاتصالك جدا واهم من اتصالك وكلامك ان انت تكوني استفدتي مش استفدتي علما انت مش هتدرسي ده لكن استفدتي ان حالتك اتحسنت ان تبويضك بقى لما نبتدي ناخد تنشيط للتبويض يبتدي يتحسن وتبتدي تبقى فيه استجابك ويسة وفي النهاية الحمل بيد الله يا هباو لمن يشاء وقت ما يشاء كيفما يشاء مهما كانت صعوبة المشكلة ودرجة المشكلة والتشخيص وقسوته لكن احنا بنعمل اللي علينا بنجتهد بنعمل خطوات صحيحة عشان ما حدش يلومنا عشان ما نجلناش مضاعفات عشان ما جيش يبقى عندي تكيس مبايد وابقى فقط شعري يبقى عندي تكيس مبايد وعندي سكر يبقى عندي تكيس مبايد هايبربليزيا نشاط زايد بعد كده بعد الشر يحصل اورام غير حميدة في بطانة الرحم للأسف الشديد للأسف الشديد سرطان جسم الرحم بيحصل في ستات سنهم حاجة وستين سنة الا مكتوب في كتاب الطب اللي بقوله ده بالنص في الكتاب اللي بندرسه خمسة في المية من مريضات سرطان جسم الرحم هيحصل لهم هذا النوع من الأورام الخبيثة قبل سنة اربعين سنة الخمسة في المية اللي هحصل لهم المرض ده قبل سنة اربعين سنة مكتوب في الكتاب حاجة وتسعين في المية منهم هم مريضات تكييس مبايد أهمي لعلاجهم على المدى السنوات طيب نشوف أنا متشكر لحضرتك جدا ندوس للأسف تاني على جرح بقى المحاربات البطانة المهاجرة وبعد ما قلنا انه مرض لا يتم تشخيصه ألا بمنظار نشوف طيب ايه الحاجات اللي ترجح ان الست دي عمدها قبل ما نشوف الجزء التاني من الفيديو العرض الرئيسي تأخر الحمل مجهول السبب قد لا يكون ولا واحد من الأعراض اللي حنقولها ولا طريقة لاكتشاف المرض ده ألا عن طريق منظار طيب نشوف تعريف مرض البطانة المهاجرة وكيف أو النظرية الأكثر قبولا عند الأطباء كيف يحدث هذا المرض وكيف تحدث أعراضه نشوف الجزء التاني من الفيديو نتوقف عن دقيقة ثلاثة أخرى ي proud ألا سalsa يمكن تأخر البغوال يمكن أن في mechanic زروقة يمكن أن تدفع شكرا لتمكن بأن عنها التي قبل تجربة طاق بحيات حسنا قبل الأمر إذن لا يمكن أن تحرق بحيات مدرس المحلومة إن استثمات Lynn عيوية حماية جدا إنك إذا كنت فإن الطاق بأن هذه الحلومة هي ملكا إذا كانت تلك أيضاً ما من تحرق أننا أتحدى ندخل مما يعقلون أنحناً أقلون أن تحرق بما نحن المنحل بشكل كبير التعونج لديها مجيزة مجرد بشكل كبير مجرد مجرد وحثياء أحياني جيدة وحثياء مجرد مجرد وحثياء وحثياء غير تعاني وحثياء تارغط المجرد أحياني العرض الرئيسي لمرض البطان المهاجرة أحياناً في المتأخرات عن حمل ألا يكون هناك عرض على الإطلاق ولكن أنا متأخر في الحمل بقالي سنين ومحدش عارف يديني سبب مقنع ووضح لا يوجد سبب أن عندي تأخر حمل مجهول السبب لكن العرض الأكثر انتشاراً إذا كان فيه أعراض العرض اللي لا يكون هناك عرض لكن العرض الأكثر انتشاراً هو ألام الدورة الشديد وبالتالي يتم إهمال هذه السيدات ويتم الخداع بقى من وهي أنسة وتروح لوحدة تقول لها ألا دي حاجة حلوة ده معنى أن الطبويت كويس ده معنى أنتي كويسة أي خداع عشان يفرحوها ويمشوها ألم الدورة الشديد ألم الدورة المقعد ألم الدورة الذي يغيب السيدة عن دراستها عن حياتها الذي يمنعها من ممارسة حياتها ألم الدورة اللي بيأتدي قبل الدورة بكذا يوم ألم الدورة اللي بيزداد كلما تقترب الدورة ألم الدورة اللي بيسمع في الظهر ألم الدورة اللي بيسمع قرب فتحة الشرج ألم الدورة المصاحب لزيادة في كمية دم الدورة أنا ما عنديش الأعراض دي كلها وتم تشخيص بطانة مهاجرة أيوة لأن مرض البطانة المهاجرة العراض الرئيسي له ألا يكون هناك أعراض على الإطلاق لكن إذا كان هناك أعراض فالأعراض هي ألم الدورة الشديد ألم الظهر ألم الحوض ألم العلاقة الزوجية والجماع ألم مع حركة الأمعاء مع خروج الغازات مع زيادة في كمية دم الضورة وعدد أيامها نستكمل الفيديو بعد إذن خضركم وأنا قد تنيميًا في الـ تشعر بالنسبة للحياة وحسب ليسا قد لا يتيح لن تكون أنتيت تزوجها وعإذا منتطر أن مجدينة توش من المحضول آخر بكذا يعني أن ننتهي أيضا والتشعر بالنسبة لي من المحضول عن خلال الضوات ممتازل والبطر والحضور مفرتي التفاصيل فإن عميز تيغنوز فإن الآن حيث إن مجموز فإن أعرف إذا كنت في حيث تفاصيل أو عميز تبهي أو عميز تبهي ولم يجب أن نزال أميز تبهي تبهي أكتوك وكتبه أيضا بما أن حيث أنا خطأ إنه حقًا للا كنت تحسين الناس أنا قرأت بها أنه آه أكثر مختلفة ست تحسين قمز مهمة فتحنا أكثر أكثر من أجل إذا كنت أصدق الناس جدد مثل تحسين المدى لكما يحسين جديد أنك كنت أكثر يمكن أعطي لكما يكفي وك impressions كما يفعل ذلك فشك عليك حكظ أ trouver الأكثر لأنني كنت أسألت جيداً أكثر حتلاحظوا أن معظم مريضات البطاني المهاجرة جميلات خذوا حظهم من الدنيا في جمالهن وده حاجة ملحوظة وحنشوفها وحتشوفها وحتقول لكم الكلام ده إذا كنت تعانين من تأخر حمل مجهول السبب لعدة سنوات إذا لم يوجد يكن هناك سبب مقنع لتأخر حملك إذا كنت تعانين من فشل متكرر لحقن مجهاري روحتي له علشان ما بتحمليش بدون سبب في الأغلب حضرتك مريضة بطاني مهاجرة إذا سألنا حضرتك أن عندك ألم دورة وقالوا أن ألم الدورة الشديد ده ولقتي الخداع أن إيه يعني عندك ألم دورة وإيه يعني لأ أنت بس الدورة بتاعتك مؤلمة شوية واتقال لحضرتك إهمليك كلام ده ومش مهمه وتقالك أن ده حاجة كويسة أعرفي أنك على أعتاب أن تكوني مصابة بهذا المرض هذا المرض لا يتم تشخيصه إلا بالذهاب لطبيب متخصص في تأخر الحمل هذا المرض لا يتم التعامل معها إلا من خلال متخصص في المناظير هذا المرض لا يتم تشخيصه ولا إدراكه ولا التعامل معها ألا بجراحة المنزار وقالت أنها عم بها بطاني مهاجرة من الدرجة التالتة لأن الدرجة لأن هذا المرض درجات وقالت أنا فضلت سنوات بدون حدوث حمل وبعدين كانت بتجيلي ألم دورة جديد وبطنش ومش واخدة بالي وكان فيه ألم مع العلاقة الزوجية وكان فيه زيادة في كمية دم الدورة فعندما تم عمل منزار وتقالي أنه عندي بطاني مهاجرة قالت أوكي it makes sense هيبقى الكلام كده منطقي عندي تأخر حمل لسنوات مجهول السبب غير واضح السبب مع أعراض واضحة ترجح وجود البطاني مهاجرة تم تشخيص هذا عن طريق المنزار لا يجب أن تقبل السيدات إلا عندهم ألم دورة شديد وألم دورة مميت وألم دورة مبرح وألم دورة متزايد أن يقال لهن أن ده شيء عادي وطبيعي وإيه يعني وإيه مش مهم لا كمان ده حلو والمفروض تفرحي بهذا خداع يجب أن تتوجه إلى متخصص هذا هو ما نريد أن نجمله في الحديث عن البطاني المهاجرة كانت الحلقة اليوم البداية والإجمال وسنعرض تفصيلا لكل ما هو له علاقة بهذا المرض في الحلقات القادمة عسى الله أن يجعل ما نفعله في ميزان حسناتنا وأن يوفقنا كل التحية وكل التقدير لكل متابعات البرنامج ولمنار ولكل المتكيسات ولكل محاربات البطانة المهاجرة كل التحية والتقدير للإخوة الجزائريات على اللي بيقولوا على صفحة البرنامج وكل المسندة لأهل الجزائر في مصابهم الجلل في الزلزال اللي تمه بإذن الله يعدي بسلام وبإذن الله يا رب أجلكم في معادي بلا تأخير محافظا دائما على الوعد والعهد ألا نقول إلا الحق والمعلومة الطبية الصحيحة وأن نزيل الخرافة والجهل في كل ما يتعلق بالحمل وأن يظل دائما بيننا وبينكم يا رب على مدى هذه الأيام والأسابيع والشهور ثم السنوات يا رب دائما 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 على خير وبوش تخير الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعايا الصبر ما تعبوهاته الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعايا الصبر ما تعبوهاته وقتحلّل الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعايا